بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا يا سادة احنا مستمرين مع اصحاب السعادة اصحاب السعادة هي رحلة مع كل من يرجو السعادة الزوجية سواء كان قبل الجواز او كان في سنوات الجواز الاول لكن احنا كنا مقررين ان احنا نهتم شوئتين تلاتة بمرحلة الخطوبة ليه؟ لان مرحلة الخطوبة يمكن الاحاديث اللي وردت فيها احاديث ليست قليلة فيما يتعلق بالخطوبة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول له انظر اليها يبقى دواح حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج انه ينظر في نفسه في استعداده فقعدنا نتكلم عن معايير ان الخطوبة دي تكون نكحة بس في حاجات تانية كنا مهم جدا جدا ان احنا نتكلم عنها واحنا بنفصل في قوله صلى الله عليه وسلم من جاءكم من ترضون دينه وخلقه وبننظر في قوله صلى الله عليه وسلم انظر اليها وفي قوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع كل الاحاديث دي بتقول لنا ان في جوانب كتير لازم نبص فيها للخطيب والمخطوبة ما ينفعش ان احنا على طول كده نعتبر ان المرحلة دي مرحلة حصل فيها الانجزاب العاطفي او حصل فيها التلاقي فقط والقبول ويلا بدل حصل القبول نستمر بده قلنا كمان لازم يبقى عندنا جملة من الامور والمعايير في شوية حاجات كده لازم نطمئن عليها وعنقول شوية ضوابط تتعلق بيها في مرحلة الخطوبة عشان نقدر نمشي فيها ونعتبر ان الخطوبة قدت دورها يبقى الخطوبة هتكون نكحة لما تقدي دورها اللي هو ايه دورها التعرف طب ايه كمان احنا محتاجين نتعرف عليه النهاردة عن نتكلم عن ست حاجات مهمة جدا كلها مأخوذة من احاديث رسول الله عليه وسلم اشار اليها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تنكح المرأة لاربع فعلمنا ان في وجوه متعددة لازم نشوفها ولما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاءكم وانترضونا دينه وخلقه فعلمنا ان في جانب لابد ان احنا نبص فيه الست جوانب اللي احنا نتكلم فيها اول حاجة ايه نموة الشخصية بتاعت الشخص اللي احنا اللي جاي عشان نتجاوزه ايه دا هي فيه انماط اه طبعا احنا امال احنا بنختلف على ايه من اكتر الحاجات اللي بتأثر في الحياة الزوجية بعد كده ان احنا مش عارفين انماط بعض انماط بعض يعني ايه ايه السمات العامة لكل واحد من المخطوبين فاحنا لازم نعرف السمات دي وانقول بنتعامل معها ازاي ففي التصريف مثلا في الواحد لما يجي يقعد مع واحد هل هينبسط ولا هو هينفتح على الشخص اللي بتعامل معاه ولا هيكون حريص شوية فعندنا نمط اسمه المنفتح ونمط اسمه الانطوائي انا بحبش كلمة اللي انطوائي هم بيسموه كده بس هو المنبسط والشخص اللي هو الجواني اللي هو ايه الاكسروفيرت والانتروفيرت وفيه شخص اسمه الحسي والحدسي يعني الشخص اللي هو بيتعرف بالاشياء بالحس والتاني تعرف عليها بالحدس سعني اتكلم عن ده وفيه نمط اسمه العقلاني وفيه نمط اسمه العاطفي ونمط اسمه الصارم ونمط اسمه المرن شايف الاشياء متقابلة ازاي؟ فالاشياء المتقابلة دي بتخلي الناس تختلف وتتنوع طيب والتنوع ده يعمل ايه؟ التنوع ده يعمل سراء وانقول ازاي نتعامل مع ده يعني مثلا في مسألة الشخص الانبساطي والشخص الجواني يعني فيه حد خارجي اكثر بيشحن من برا وفيه حد بيشحن من جوه يعني واحد لما يقعد مع نفسه كده يتشحن واحد عشان يشحن لازم ينزي مع الناس فده لازم نعرفه فيه ازواج او فيه خطيب بيبقى انبساطي وفيه خطيب بيبقى بوطني داخلي ففيه واحد ما بينزلش من البيت او واحد حتى لو قاعد ما يتكلمش كتير واحد لو قاعد لازم يملى المكان كله كلام ويتواصل مع الناس وفيه حد تاني فيه مسترة تانية وفيه حاجة تانية بتحدد النمط ده ان فيه حد حدسي فيه حد حسي بيهتم بالايه؟ بيهتم بالتفاصيل وفيه حد حدسي بيهتم بالسورة الكلية وفيه حد منظم ومنضبط ويحب الخطط والالتزام وفيه حد مرن مسألة عنده سهلة وفيه حد بيبني قراراته على المشاعر اكتر ده العاطفي وفيه حد بيبني على العقل اكتر تبدأ بعد الدراسة وبعد النظر عمل نمط من انماط التحليل فطلع علينا ستاشر نمط الستاشر نمط ده يقولك منهم المستشار والعقل المدبر والمعطاء والفنان المبدع والممول والمثالي والمؤدي المسلي والبطل ورائد الاعمال والمشرف والقائد والمفكر والمربي والحالم المحاور والفنان والمراقل ستاشر نمط طب ايه المطلوب مني ده ان انا اعرف نمط شريك حياتي بقدر الامكان ليه يعني بدل انا بنصح للمخطبين والمخطبات بدل ما يروحوا يدوروا في الابراج يدوروا في ايه يدوروا في معرفة النمط بتاعه ده اصل الفترة دي فترة اجتهد شوية هنجتهد شوية عشان نعرف بعض ليه لان كل ما نجتهد عشان كده بابه العلمي قبل القول والعمل انا لازم ابقى عارف ابقى عالم عشان ابقى اقومت بكل الوجب اللي علي والعاهد اللي شفت لله سبحانه وتعالى ان اللي بيجتهد في فترة الخطوبة بيرتاح بعد كده يعني ايه كل ما تجتهد وتبقى عارف نمط شريك حياتك كل ما بترتاح تابقى ايه المشكلة؟ افرد نمطنا تلع مختلف انا لما اعرف ان نمط شريك حياتي او نمط خطيبي مختلف ابقى عارف ان الخلاف اللي بيننا ده مش خلاف المقصود بيه انه هو ينقص مني او الخلاف اللي هو بيني وبينه ده مش معناه ان احنا مش ممكن ننفع لبعض بس احنا النمط ده بيتسبب فيه النشأة والخبرات والثقافة وكمان الرحلات وحاجات كتيرة بتدخل في تكوين النمط ده وده معناه ايه؟ ان انا كل ما اعرف اختلافه ابقى مستعد ازاي اتعامل معاه مش مستعد اتعامل معاه ارد عليه واكسره واحطه تحت السيطرة لا معرفة الانات مش عشان نسيطر على الاخر ولكن معرفة الانات عشان اقدر اتواصل معاه تواصل صحيح ما درسلوش على سالك عريان عشان اعرف ازاي استفيد منه وفنبقى متكاملين عشان اعرف كمان ان النمط ده حاجة مهمة جدا 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 ان فيه صفات جيدة وفيه صفات بتبقى اقل فدايما اهتم بان انا اخرج احسن ما فيه ان انا اخرج فيه احسن ما في النمط ده زي الشخص الانبساطي ده ده شخص جدا 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 استطيع ان انا استفيد منه بان هو يشير علي وان هو يحورني وان هو كذا ففي الغالب اذا انا احسنت التعامل مع هذا النمط في الغالب البيت مش هيبقى فيه خرس زواجي طب والشخص اللي هو اللي بيسموني انت واقع وانا بحبه وبيسميه الداخلي اللي بتشحن داخليا ده شيء مهم جدا جدا ان هو في الغالب انا مش احتاج مجبود كبير عشان قعد احاوره عشان يبقى هو في حالك ويسا لا هو لو تساب لوحده هو بيبقى احسن وكذلك الزوجة كمان او كذلك الخطيبة يحصل معا كده يبقى معرفة الانماط ده شيء محوري جدا جدا في فترة الخطوبة يبقى لازم اعمل كده الحاجة التانية المهمة احنا قولنا ستة حاجات واحنا هنبتدي نسرع شوية عشان نقدر نوفي بالستة حاجات التانية حاجة انماط التزوج احنا مش كلنا ما عندنا مش نمط واحد في التزوج ففيه واحد عايز تجاوز الزوجة لام واحد يحب امه اوه 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 متعلق بيها فهو عايز تجاوز واحدة زي ام او واحد كان عنده مشكلة في حياته ان امه ما كانتش موجودة توفيت او تزوجت فهو كان بعيد عنها فهيز حد يعوضه حنان امه على فكرة وفيه زوجة هايزة عايزة تبقى ام عشان بس محدش يقول تم جايزة هي بتبقى المشكلة فين ان هي عايزة تبقى الزوجة لام ويبقى هو مش محتاج لام ساعتها لما بنعرف كده عندنا تأهيلات وعندنا تغييرات وعندنا تحولات بنعملها عشان الناس تتغير زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لي سيدنا جابر انت تزوجت بكرا او سيبا قال له تتزوجت سيب قال له ليه هل لا بكرا تزوجت تلعبها وتلعبك فقال له يا رسول الله عندي اربعة من البنات عنده اخوات وعنده اربعة اخوات بنات فكان محتاج واحدة ترعيها معاه فهو محتاج نمط الزوجة الام صحيح ده هو كمان يبدو أنا مقاسب يعني أنا تأمله معي بس أنا أظن ان سيدنا جابر نفسه كان محتاج كمان الزوجة الام يعني ده رأيي انه كمان كان محتاج لده وكمان لو لما تزوج واحدة كان فيها السمدة فرزاك رسول الله سكت يعني قابلة منه انه هو يتجوز بهذا المقصد يبقى فيه حالة مع الزوجة الام وفيه حاجة الزوج الاب في مقابلته فيه الزوج الاب الزوج الاب ده مش الزوج اللي بيتجاوز قوة أو قوة مش الزوج اللي بيتجاوز الزوجة عشان يربيها احنا بنرفض ان الزوج يتجاوز الستة عشان يربيها ولا الستة تتجاوز الرجل عشان تغيره احنا بنقول ان الزوجين بيعيشوا مع بعض ويختاروا الأسطح لي ومو مع بعض وهم عايشين مع بعض الزوج اللي بيتجاوز الزوجة عشان يربيها دوا بيجاوز ذاته والزوجة اللي بتجاوز الزوجة عشان تغيره هي متجاوزها ذاتها هم لازم يتجاوزوا بعض لا هو يربيها ولا هي تغيره ولكن يعيشوا مع بعض عشان يوصلوا للأسطح ليهم معا وهم أسرة مش ليه لوحده ولا ليها لوحدها وفيه جمعن الزوج الصديق والزوجة الصديقة يعني فيه الزوج الصديق والزوجة الصديقة ساعات بتالي بقى الزوجة الصديقة يعملوا بلاود فلازم ينتبهوا ايه الزوج الصديق يقول دي صديقتي فيروض يحكي لها بقى عن ايه عن اخطاء و لا بلاش كده الزوج الصديق والزوجة الصديقة اللي بيسمعوا بعض كتير اللي بيرتحوا البعض واللي بيحكوا البعض والزوج وفيه حال يسمعوا الزوج العاشق المحب ده الوالهان بقى اللي يفضل والهان في مراته وكده ويحب انه وفيه الزوج العاشقة المحبة انا بحب بقى ايه بحب ان احنا نضرب وإحنا منضرب المقبلين على الزواج نعمل إيه؟ بحب أضربهم على كل الأدوار دي لأن إحنا بنحتاج جل الأدوار ديت في الجواز فانضربوا على أنه يبقى زوج أب بمعنى إيه؟ بمعنى أنه يحتويها وعندنا مشكلة بتحصل كتير ودأت عشان هو مش متضرب على أنه يقوم بدور الزوج الأب لما الزوجة بتفقد والدها بتبقى أول حاجة منتظرها الزوجة أنه هو يعوضها حنان بابا ويخليه هو الظهر والسند لها لأن البنت لو كانت بتعلقها بوالدها ووالدها داوة كان بيسبب لها الأمان في فترة مهمة في حياتها اللي هي فترة المراهقة وفترة الشباب قبل ما تروح لجوزها فلما بتفقده بتبقى عندها مشكلة وحتى إحنا بنقول في أول الجواز بيبقى فيه أزمة اسمها أزمة البطل البنت اللي أبوها بطلها وزوجها زعلان أنه هو مش بطلها لما بيتوفى الوالد هو لازم يتقدم إلى دور الحامي والراعي والمساند لو عمل دا بيبقى بقاري ولذلك لازم بنقول لازم الأزواج والزوجات لازم المقبينة على الزواج اللي لازم يتدربوا على كل الأدوار بعد كده المقصد من الزواج المقصد من الزواج عايزين إيه بقى لازم نبص بقى على المقصد من الزواج ده خلاص ده نمط الزواج اللي هم عايزين رقم ثلاثة نشوف مقصده من الزواج إيه واحد عايز يبقى عنده مقصد من الزواج إنه هو يبقى عنده عفا عنده محبة حد يساعده في الحياة حد ياخد حسه حد يأنسه حد يحبه فلازم نركز جدا 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 في مسألة المقصد بعد كده بقى نجي في الحاجة الرابعة لازم كل واحد فينا يعرف ده متجاوز دي وهي متجاوزة لي أنا اللي بقوله لكم ده هو اللي بيتسبب في مشاكل سناؤنا جواز لو إنه إحنا ما رعيناهوش يبقى إحنا قلنا كام قلنا أربع حاجات أول حاجة عن مات الشخصية وهو بتجاوز لي وبعد كده المقصد من الزواج وبنقول راجب حاجة الكفاءة في الكفاءة يعني إيه الكفاءة؟ الكفاءة في نمط التدين ما ينفعش إن واحدة متشددة أو واحد متشدد متجاوز واحدة هي قلبها كله مليان باللين ومن المحبة لا لازم يكون راعي ده طب هو لو فيه ده يحطوا على الترابيزة مع بعض القضايا اللي بينهم قبل الجواز عشان بعد كده هيبقى المسألة مسألة عراق ومسألة نصر للدين أنت متفلتة؟ لا أنت اللي متفلت فالأول خالص نعرف نمط التدين كل واحد حاجة التانية هو الشخص قد إيه؟ عنده موقف مفاهيم زي مفهوم الحرية وكمان يكون في كفاءة كمان في الصناعة يعني الصنعة والمهنة تكون قريبة كل ما كانت الحاجات دي قريبة كل ما ده كان يوصلنا لده ومفاهيم الكفاءة دي متاخدة من ماذا بالسادة الشفعية؟ أول حاجة الكفاءة في الدين تاني حاجة الكفاءة في النسب تالت حاجة الكفاءة في الحرية وده خلاص بقت مسألة زي ما يقولوا كده مسألة تاريخية برابع حاجة الكفاءة في الصنعة الصنعة تكون رابع خامس حاجة البراءة من العيوب ما يكونش فيه عيوب بينهم طب ولو فيه عيب وحضر تضاء أهلا وسهلا بس ما تكونش فيه عيوب وبعد كده الكفاءة في المال دي كانت خامس حاجة الحاجة الستة اللي احنا عايزين نتكلم عنها السمات القلبية يعني ايه السمات القلبية ايه قلبي فلان دوت بيحركوا ايه يعني انا مش محبس جدا جدا ان امرأة تتجوز واحد وهي عرفها قاسي القلب قاسي القلب يعني ايه ما بيتحركش كده مش طيب او هو شخص او هو شخص ما بيتأثرش بوجع الناس او هو ممكن يدوس على حد وهو قاصد او ان واحد ده يملكون مشاكل كتير بعد كده وخاصة ان هي عرفة ده قبل الجواز فالكلام ده السمات القلبية السمات القلب الانسان هو طيب ولا لا متسامح ولا لا كريم النفس يعني ايه كريم النفس يعني الشخص ده ممكن لما يشوف ما بيقفش على الواحدة الشخص بخيل النفس ده اللي بيقف على الواحدة فالحاجات دي كلها السمات القلبية لابد ان هي تعرف يبقى عندنا ستة حاجات قلناهم اول حاجة كانت نمط الشخصية بتاعته كانت ايه تاني حاجة النمط في الزواج اللي هو كان عايزه يبقى ايه رابع حاجة ان احنا لازم نبص على الكفاءة خامس حاجة خامس حاجة احنا لازم نبص كمان على مسألة المقصد من الزواج اخر حاجة كان السادس حاجة ان احنا عايزين نبص كمان على السمات القلبية الست حاجات دي لابد ان احنا نركز فيها وفيهم تدريب واللي انا قلته انا عارف ان هنا وبتكلم زهر في ايه زهر في ازهانكم وتحركت في ازهانكم مواقف وحكايات وكمان مواقف كان لابد فيها من الحسم وكل لابد ان احنا نعرف الحاجات دي بس احنا معرفنهاش بيبقى سؤال اساسي نعمل ايه عشان نعمل ده لازم نتدرب لازم يبقى فيه تدريب واحنا حتى مراعاة اللي ده بقى برنامج المقبلة هزهاجة عندنا في داري الافتاق المصدرية بندرب على الحاجات دي لان الحاجات دي مهمة جدا 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 ان احنا احنا بنعيش فترة الخطوبة نراعيها ونركز فيها يبقى اول حاجة اول اجراء لازم نعمله لازم نتدرب كويس الحاجة التالي لازم نركز بالله عليكم بلاش ان احنا نزوب وانتوه في مسألة الايه فترة الخطوبة ومسألة العواطف والمشاعل رجاء ان نركز نركز واحنا مش بنتهم حد ولا بنتعامل معاه على انه تحت الاختبار لكن احنا عنعيش مع حد فنكون مركزين ازاي نعرفه وحتى احنا لو استشكلنا شيء مفيش مانع نسأله مفيش مانع نتحور معاه مفيش مانع نعرف كل ده ولازم مو احنا بنتكلم مع بعض نقول لبعض احنا يهمنا الصدق في ده لان الكذب او التجمل مش هيرياحنا انا ما بحبش ان الناس تقول ان فترة الخطوبة هي فترة الخطوبة ده بيحصل فيها بس انا ما بحبش ان ده يبقى استراتيجية ولا يبقى اساس احنا بنيش في الخطوبة ما بحبش فترة الخطوبة لا تكون فترة تجمل وكذب انا بحب ان تكون فترة الخطوبة فترة وضوح اللي عايز تتجاوزك هيتجاوزك زي منتي واللي عايز تتجاوزك هتتجاوزك زي منت يعني ايه زي منت زي ما تقدر تخرج الصفات الجميلة فرصة ان احنا وجايين بنخطف الفترة دي ان احنا نتفق ان احنا نخرج احسن ما فينا ما فيش مانع له وهي عرفت الصفة فيها وقالتني ان دي مشكلة ان احنا نتكلم ازاي نغيرها ما بعض وده يحصل بالتدريب ويحصل كمان بالمشاركة والحوار يا رب اجعلنا دايما من اهل التوفيق والسداد وجعلنا دايما من اهل المعرفة اللي بتنور قلوبنا وكمان تنور بصائرنا عشان ما اتخذ قرار نتخذ قرار وهو مليء بالانوار يا رب اكرمنا ووفقنا الى ما تحب وترضاه بعد الفاصل نرتقب حلالكم عشان نجيب على اسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة برنامج ولا تعسروا الصفحة اللي بنتلقى عليها اسئلتكم ومشاركاتكم والاسئلة اللي بتنور البرنامج وبتخلينا دايما نكون في مجلس العلم اللي نسأل الله سبحانه وتعالى انه يجعله دائما متصل ويجعله مذكورا في الملأ الاعلى ونبدأ سئلتنا النهاردة ومعانا الستاذ محمد من القاهرة استاذ محمد طيب استاذ محمد اتمنى عليكم السماء وحضراتكاته استاذ محمد اتمنى على حضرتك بس ان انت حضرتك توطي التلفزيون وتسمعني من التلفون لو تكرمت انا كنت متزوج صدر لا كده كده حضرتك موطتش التلفزيون حضرتك سمعني كده من التلفزيون تمام 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 ماشا فن انا كنت متزوج هفن ايوة ومفصلت عن زوجتي بقالي بتاع خمس سنين مم ايت الزواج استمرك اديه تتمر رو طاعتاشر سنى طاعتاشر سنى عندكم اولاد كام والد وبنت عندي ولدين وبنت طيب طيب وابعدين ااااا اتعم demonstrate حصلي كده تعم نفسي بس اشجيت شوية مم من اي نوع اكتئاب مسلا ولا كان ايه نعم مساعدم كان اكتئاب ولا كان ايه والله كان حاجة اسماح fois ااااا حاجة ما هي انفصام. طيب سيدا. فلما اعطيبت انا الزوجة تركت الاولاد وانا كنت في حالة غير طبيعية. مم. فما كنتش عارف اعمل ايه. المهم الاولاد يعني حاليا هما وضيتهم دار لعاية. عشان خاطر انا مع ظروفي لا تسمح ان انا اصرف عليهم. طيب. فانا كنت موظف. طيب. والسوق اللي رفضني. طيب السؤال فيني يا استاذ محمد. السؤال دلوقتي انا 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 لو ينفع حدي ساعيه اني عندي مجونية في البنك. طيب. ومعرض معرض ان انا تحبس. طيب استاذ محمد خلينا ناخد رقم تلفون حضرتك ولو توفر ده نتشرف ان شاء الله. اه معنا الاستاذ الصحر من الشرقية لو تكرمتي. استاذ الصحر. اهلا وسلام عليكم. اهلا وسلام انا استاذ الصحر. ايه حضرتك تكتور عمر. نعم وفضل الحمد لله. معلش. انا كان في موضوع بيني وبين جوتي. بس للاسف مش هينفع ان انا احكيها لهوا. فبالله عليك عايزة رقم التلفون بعد. اتشرف. اتشرف. رقم التلفون هيدي لحضرتك في الكنترول. اهلا وسلام بحضرتك كفان. طيب. طيب استاذ احنا فرصة مهمة جدا ان احنا نتكلم بشكل واضح. على ان احنا وبنتكلم على الصفات دي. على الست عناصر اللي احنا اتكلمنا عنهم. سواء انماط الشخصية او انماط التزوج او المقصد من الزواج. او الكلام حتى على مسألة الكفاءة. ثم الكلام كذلك على النمط التدين. وكل الكلام اللي احنا اقول مقصد من الزواج. كل الكلام اللي احنا بنقوله ده. احنا مش لازم نتطابق. لكن لازم نعرف. عشان لما بنعرف نقدر نتقارب. لكن طول ما احنا معارفين بيحصل فيه مشكلات واحنا مش هشوفين ليه سببها. انا مش عارفها ايه سبب ان انا لما بكلمه بيزهق. او انا لما بتكلم بسرعة 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 ولا بعض ولا بعض. هو مش قادر يسمعني. او هو عنده مشكلة. لان هو بيحب يسمع الجملة وبعدين يفكر فيها وبعدين يرجع يواصل تاني. او ان انا عايزا يتكلم كتير زي ما انا بتكلم كتير. او ان انا حاسة ان انا هو ليه بيتمرد علي كده. او انا ممارس عليه دور الام. هو مش عايزة. هو راجل مستقل وعايزك تبقي انتي بطل او عايزك تبقي صديق. وانزالك كل ده اللي بيتسبب بعد كده في مشاكل من الاحتواء البديل للزوج او للزوج او خارج الاسرة. يعني تخيلوا عدم معرفتنا بده ممكن يوصلنا الى قد امن المشكلات. فانزالك الست عناصر دولة ولا ان السمات القلبية. السمات القلبية لما واحد يكون حاسس ان هو بيتعامل مع واحد كأنه بيتعامل مع وحش. ما عندوش مشاعر. لو احنا بنعرف ده قبل كده بنقعد نتكلم مع بعض ونقول انت هجواك حاجة كويسة انت ليه بتتعامل كده. ونتفق من اول خالص ان احنا عايزين نتخلص من عايزة الصفات. وما حدش ييجي يقول لحد وهو فترة خطوبة هو ده طبعي. ويبني على كده. التبع بتتغير. فبلاش الطريقة دي. اه بتاخد وقت ان هي تتغير لكن تتغير. واحنا لو عارفنا ده واشتغلنا عليه قبل الجواز هيكون كويس جدا جدا. واحنا بنقدم استشارات في هذا بشكل واضح. فعشان كده يا ريت ناجح على الكلام اللي احنا قلنا في الحلقة دي ونتعامل معه بشكل دقيق وبشكل وباتمام زي. استاذ عصام تفضل استاذ عصام. وعليكم السلام ورحمة الله بركاتهم. نعم وفضل الحمد لله. الله يخلي. اقول لحضرتك ايه 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 حكم القرآن في العلاج بالقرآن. حكم القرآن في العلاج بالقرآن والقرآن. حكم الشريعة. شريعة في العلاج بالقرآن. ما ارد عليك هو. مش انت بتسألني حكم القرآن. حكم الشريعة في العلاج بالقرآن ارد على حضرتك. بصوا جماعة عشان بس نفس في المسألة دي. في فرق كبير جدا جدا. ان القرآن فيه شفاء. فيه شفاء للمشكلات اللي بينا. فيه شفاء لواجع القلب. والذكر اللي فيه. قلب ذكر الله تطمئنه القلوب. فيه شفاء من الخلافات اللي بيننا. فيه شفاء للنوازن اللي بتحصل. فنستنبط لها احكام. فالقرآن فيه شفاء. نعم فيه شفاء. لكن تحويل القرآن الى اقراس. والى مادة علاجية. ده عدم تنزيل القرآن ما نزلته. القرآن مش كيميا. القرآن مش عقاقير. القرآن ذكر حكيم. القرآن جليل. انتو عارفين لما تحولوا القرآن الى عقاقير ايه اللي هيحصل. هيجي الناس اللي تاخد منكم اللي انتو بتسموه علاج ده. وما يؤثرش فيها. يؤدي ذلك الى عدم يقنهم بالقرآن. طب وما لإيه حكاية العلاج بالقرآن ده. الكلام عن الرقية. هو كلام عن البركة القرآن الكريم. عن نور القرآن الكريم. لكن تحويل القرآن والكلام على ان صيدلية القرآن بقى. ويبقى فيه علوم كده. وناس تقعد تتكلم كتير. وناس تروح مجمعة دي. احنا نعمل حاجة اسمع العلاج بالقرآن. ويبقى فيه حد. لا هو متخصص في علم النفس. ولا هو متخصص في الطب. ولا هو متخصص في اي في الاجتماع. وداخل في عماق مشاكل الناس. ورايح اللهم ان عليكم بالقرآن. فايلي يحصل. فالناس تتلغبط عندهم المفاهيم. والناس تتخلف. طب انا بقول ان العلاج بالقرآن تتخلف. لا. بقول ان استعمال هذا المفهوم. ادى ايه? بهذا. 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 بعدم الاحترام للقرآن الكريم. ادى الى ايه? ادى الى مشاكل كتيرة. ادى الى انشاء مجال جديد اسمه مجال تجنين المجتمع. عندنا مجتمع كده. نشرنا فيه فكرة الجن. اللي يطلع علينا بعد كده. حد يقول علملكم الجن ده. بالعلاج بالقرآن. طب ايه انت ايه? ايه اللي انت عملته? ولا حاجة. لعنده علم. يعني هو مراه هو علم. ولا عنده فهم. ولا عنده اي حاجة. ويتوسع بده. الصديقي اللي اتصل بيه بيقول لي كده. احنا اللي نعرفه ان احنا عندنا رقية. والرقية رقية. رقية يعني ايه? رقية تبريك. الرقية فضل من الله. الرقية دعاء. الرقية رجاء. الرقية الانتجاء الى الله. لكن ان احنا نخلي العلاج بالقرآن بديل عن التداوي. دي كارسة. دي كارسة ليه? لان دوة عيدخل الناس في اختبار مولانا سبحانه وتعالى. فاتقوا الله. احنا عندنا رقية اها عندنا رقية. لكن لا تحول القرآن الى عققير. هذا لا يليق بمقام القرآن بمقام القرآن ولا يليق بحكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا استاذ عماد من السويس. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله حضرتك بس سؤال انا كنت قلت المرات غصب عني كذا كان فوق عصب. قلت لها تلعت غصب عني تحرم علي اليوم الدين. قلت لزوجتك يعني? اه. كان اصدك ايه? مكانش في مئتي حاجة والله. والله مكانش في مئتي حاجة. طب دي اول مرة تقول لها كده? اه دي اول مرة. اول مرة تقول لها اي حاجة ليه علاقة بالطلاق? اه اول مرة. طب في اي حاجة عندي مأزون? لا لا الحمد لله لا. طب في اي حاجة فيها اوراق رسمية خالص لخلع ولا اي حاجة فيش اي حاجة? لا اي حاجة الحمد لله احنا بقى لنا 13. يعني دي اول مرة تقولي الكلام ده فإي صالحة أن أنت تتوب إلى الله وتنسى وتخرج من قموسك خالص أي حاجة لي علاقة بالطلاق فتوب إلى الله سبحانه وتعالى قول توبت إلى الله وعزمت على ألا أعود إلى هذا أبدا والله على ما أقوله شهيد أنا خلاص أنت توبت عنده ما تستخدمش أي لفظ لي علاقة بالطلاق ولا لي علاقة بأي حاجة وهذا اليمين لم يقع به أي طلاق إن شاء الله الحمد لله شهد يعني كده ما ما فيش يمين أقول حاجة أولا أنت عملت اللي أنت قلت ده عليه عملت إيه يعني الحاجة اللي أنت قلت علي حرام ما أعمله أو أنت قلت تحرام علي مش كده آآآ طب خلاص إن شاء الله ما عليكش حاجة وربنا سبحانه وتعالى يتوب عليك ويخفر لك إن شاء الله إن شاء الله لا يفعليك أشياء كتب لي بلك الله يعز حضرتك قبل ما أروح لمحمدها بن جيزة خليكي معايا بس أنا شفته أنا عملت إيه كل دي تفاصيل لازم نسألها في مسألة الطلاق عشان بس بقول لإخواننا اللي بيحاول يفتي في مسألة الطلاق وقاديكم شفتم ليه إحنا بنحبز إن مسألة الطلاق ما تكونش على له عشان التفاصيل اللي إحنا بنسأل فيها إطلع تفاصيل من كده في شيء من الحرج يطلع تفاصيل من كده محتاج مزيد من التفاصيل اللي ما تتناسبش مع الهوى وعشان كده بنتعامل مع الطلاق بحذر شديد جدا جدا معانا من؟ اتفضلي يا محمد أهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل سنة حضركك طيبين وحضركك طيب يا فانت بقول لحضرتك جزء متوفي من حوالي أسبوع الله يرحمه وتبقاء لله ربنا إن شاء الله يجعله في فسيح الجنات إن شاء الله ربنا يبارك لك يا شيخ الله يبارك اتفضلي يا فانت ربنا يخلك وزيد فضلك دلوقتي بنتي الكبيرة على وشك ولادة يا رب ربنا يومك السلام إن شاء الله فهل حرام إن أنا أروح أعود معا فترة الولادة دي وبايت معاها وكده أنت بيت الزوجية مش نفس بيت اللي بنتك سكنة فيه لا طيب لا ما ينفعش تروحي فيها لكن ينفع تزورها وتيجي يعني ينفع إن أنت تروحي وعلى المغرب كده تروحي راجع على البيت تاني أنا أحنا تجلية وجعاني ومش هينفع أروح كل يوم ويجي خلاص روح يوم بعد يوم ما هو محدش يا شيخها يقدمها وقتها الصغيرة لسه صغيرة يعني ليها رب سبحانه وتعالى الأحكام دي أحكام شرعية بتكيب البركة على الناس إن احنا نمتثر أمر الله سبحانه وتعالى ويكون جده عارفة إمتى ممكن تخرجي بعد الشر بعد الشر بعد الشر إنه يكون في خطر عليك لكن بنتك إن شاء الله تستطيع إن أنت تراعيها وتقدم لها الحكمة وتقدم لها الرعاية من خلال التليفون ومع ذلك بقولك أنت ممكن تخرجي بس أهم حاجة تباتي في بيتك خلاص وهو ده معنى العدة معنى السيدة محمد من المنوفية تفضل سلام عليكم ازاي حضرك يا دكتور نعم وفضل الحمد لله كل عام وحضرتك بخير الحمد لله نعم وفضل الله يقول حضرك بخير وصح الله يخلي عندي ثلاث أسأل حضرتك صغير كده أقول له محضرتك تفضلي أول سؤال السيخة لما أقول الله مصلي وسلم عن نبينا محمد هل دي أفضل أم أقول النس التشاهد دي أول سؤال النس التشاهد الثاني الله مصلي على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد أنا الأحسن في دي اللي تجد قلبك فيه انت تجد قلبك فعنا واحدة في الارتمين ساعات بقول له الله صلى الله عليه وسلم عن نبينا محمد بني تفرج الكلوب وتحقي containers يلا توكري على الله اه تاني سؤال حضرتك انا حلمت بتعبانين اثنين تعبان اصفر وتعبان ابيض التعبان الاصفر ده بايلف حوالي في المكان اللي انا فيه مشكلة فيه وده هطلع ده ما ازنيش بس راح جاي قدامي تاني حاجة التعبان اللي هو التاني تعبان ابيض طويل اوي كده ده ده قرصني بس انا قدرت اتملك منه فموته مسكته في ايدي كده خلقته موته طيب وثلاث سؤال لما يكون فيه ناس قاعدين والناس ديات بيجيبوا فسرتي واقزينني بالكلام هل ادى عليهم بايه ان ربنا ينصرني عليهم طيب اقول لحضرتك حاجة انا انت عايزاني اقولك الدعاء اللي يرشأ فيهم يجيبهم والعرض ها ايو ايو حسب يالله اصلاب معرفش اعمل الحكاية دي بس حاضر اقولك حاجة طيب السؤال الاولاني احنا خلاص جاوبنا عليه السؤال التاني بتاع التعبين ده احنا ليسنا من عدد بنامجنا ان احنا نتكلم في مسألة الايه نتوسع في مسألة الايه الرؤى والاحلام لكن انا اقولك قاعدة مهمة جدا جدا احنا عندنا في الكلام عن الرؤى الرؤية اما ان تكون بشرة واما ان تكون تحذير فانت دلوقتي عندك تحذير يعني واضح ان الحاجة دي ما كانتش ايه ما كانتش حاجة مسعدة ليكي فاذا الرؤية دي بيشتمل عليها تحذير فخلي بالك المسألة ايه خلي بالك فالمسألة دي لازم نتكلم عنه الحاجة التانية واضح ان انت كمان الجزء اللي بشرى اللي في الرؤية دي ان ربنا سبحانه وتعالى نجاك من هذا فيخليك بالك ان انت لو كنت لو اخترابت من الله سبحانه وتعالى هينجيك اللي سبحانه وتعالى ويحميك برعاياتي سبحانه وتعالى الحاجة الاخيرة بقى طب عندي فكرة تانية طب ما تدعي ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يوسع عليك وجنبك المكاره ما ظهروا منه وما بطن وجنبك شر الناس وبكده ربنا سبحانه وتعالى يبعد عنك شرهم وده الاولى لان انت بدل انت مظلومة فانت عندك دعوة مستجابة فخليك في الدعوة المستجابة لكي انت احسن من ان انت تدع على حد تاني فاصل ونرجع نكمل اسئلتكم مباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا مين من استاذة هزة من الشرقية تتفضل دلوقتي انا كنت مجوزة جوزي عن حب سلاموا عليكم عليكم السلام انتفضل يا استاذة عزة دلوقتي انا كنت مجوزة جوزي عن حب وكنا متفاهمين جدا وعايشين مع بعض كويس جدا بس جف بعد خمس سنين من الجواز دخل في طريق مخدرات وكده لا حاول اخوة وانا دلوقتي ساعدته كتير يعني احنا بقلنا تسع سنين متجاوزين في الاربع سنين اللي فاتوا انا كنت على طول ان انا اعالجه وارعيه وان انا احاول معانه هو يبطل دلوقتي هو مشروض يبطل المخدرات ذي وكلمت معاه كتير في الموضوع دوت هو وصل لأي مستوى يعني هو بروح المصحة هو دلوقتي بوصل لأي مستوى هل وصل لمسألة انه هو بيتعاطى ايه بيتعاطى اي نوع من انواع المخدرات بودرة بودرة يا سيد مرشي اذا احنا في مرحلة خطر جد طيب هو دلوقتي بيتعاطى كل اديه يعني طول كل يوم كل يوم كل يوم لا احنا في وضع خطر حقيقة عوضي معاه كده وتقول له مش هينفع كده انا مش هقدر استحمل ده وانا اسف مش هقدر اكمل مش هقدر اكمل لان ده خطر جدا جدا علينا وعلى اولادنا فلازم نتقى في وقفة ضخمة لان احنا في مستوى خطر جدا 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 يا سادة احنا تكلمنا النهاردة اذا يا سادة احنا لما بنتكلم على ده او مسألة الكلام عن الادمان والكلام عن المخدرات كان ممكن يحصل له اكتشاف مبكر اذا رعينا الكلام اللي احنا قلنا ده الكلام اللي احنا قلنا في اول حلقة ده بيخلينا نكتشف حاجات كتيرة زي دي ازاي انسان بيبقى ميوله ايه وبيبقى اوي 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 لما بالراعي الست حاجات اللي احنا قلناها دي بنكتشف حاجات كتيرة في حياتنا وعشان كده احنا لازم نهتم بفترة الخطوبة وتكون فترة التركيز وفترة التعرف عشان نقدر نوصل للمرضات الله يا رب اجعلنا دايما من اهل المعرفة واجعلنا من اهل البصيرة واجعلنا من اهل النور واجعل فترة الخطوبة لكل مخطوبين فترة فرح وسعادة ومعرفة وبصيرة ونور يا رب العالمين عشان تجعلهم بعد ذلك من اهل الصعور ويكونوا من اهل السعادة على الدوام يا رب العالمين واكرمنا على الدوام بالتوفيق والسداد يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين